طيب السؤال اللي جاي لك هل تبعت كأس الأمم الأفريقية الأخيرة أقصر المنتخبات اللي شفتها كانت ممتعة بالنسبة لك في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالنسبة لي أعتقد أن فريق جامبيا أدو بشكل جيد فريق جامبيا القومي لعب بشكل جيد لذا أعتقد أنهم لعبوا بشكل جيد وأيضا بوركينا فاسو أيضا أدو بشكل جيد وبالنسبة لنايجيريا والغانا لم يؤدوا بشكل جيد ولكن في هذا الوقت لم يحصل فريق عربي على أنهائي هذه المرة على الأقل كان لدينا فريق أفريقي في النهائي وأحيانا أحيانا يواجه الفرق الأفريقية الفرق العربية وأحيانا يعتقد البعض أن مصر ليست أفريقية ولكن بالنسبة لي أعتقد أن السنغال أتت بشكل جيد لذا أعتقد أن كأس الأمر الأفريقية القادم سيكون صعبا بالنسبة لي أعتقد أنهم أدوا بشكل جيد ولكن من جزء لمحمد صلاحة أعتقد أنهم يؤدي بشكل جيد أعلم أن الكرة الأفريقية مختلفة وهي لا تشبه الكرة التي لعبها محمد صلاحة في ريفربول لذا كان الأمر صعبا على محمد صلاحة أن يؤدي بشكل جيد في كأس الأم الأفريقية ويمكن أن نقارنه بساديو ماني حيث أنه أكثر اعتيادا على الكرة الأفريقية ولكن في المجمل أعتقد أن الفريق المصري أدى بشكل جيد إذن بالنسبة لي أعتقد أن الفريق المصري يجب أن يكون أكثر اعتيادا على أداء الفرق الأفريقية مثل نيجيريا وغانا حتى يكون من السهل بالنسبة لهم أن يعرفوا كيف يرعبوا مع هذه الفرق الأفريقية لن يقابلوا في كل العوقات تونس والجزائر أعتقد أن هذه المشكلة بالنسبة لمصر ترجمة نانسي قنقر